الجماهير هي ذات الجماهير والشعارات ذاتها فقط تتبدل المنصات والوجوه التي تعتليها منذ اندلاع الحراك الجنوبي السلمي إلى ميلاد الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا تتواصل الحشود من مختلف المناطق الجنوبية ويزحف البسطاء تحت تأثير الشعارات ومظلومية نظام صالح في الجنوب وبحثا عن بدائل للأحلام المجهضة في اليمن الكبير تدفع الإمارات بالانتقالي الجنوبي وتشكيلاته المسلحة لتثبيت مكاسبها وأطماعها ليكون سلطة أمر واقع مسيطرة كسلطة ميليشيا الحوثي المسيطرة على صنع وأجزاء من محافظات الشمال بدعم إماراتي وغطاء سعودي نفذ قوات الانتقالي انقلابها المسلحة على الشرعية في عدن بعد مواجهة مع القوات الحكومية احتلت القصر الرئاسي ومؤسسات الدولة لتفرض سيطرتها على عاصمة اليمنيين الثانية والمؤقتة عدن وتسقط ما تبقى من رمزية الدولة انجزت مهمة الانقلاب الثانية بإشراف التحالف الذي بارك بصمته خطوة وأد الشرعية تحت يافطة استعادتها ليشرع الانتقالي في الخطوة الثانية لتثبيت انقلابه بالحشد الجماهيري دعا لما أسماها بمليونية الثبات والتمكين لتأييد خطواته في عدن أي تأييد انقلابه على الشرعية يحاول الانتقالي الجنبي تمرير أهدافه وشرعنتها باستخدام ورقة الجماهير وإثبات التأييد الشعبي لخطواته وللتهرب من دعوات الانسحاب من المقرات الحكومية والانخراط في حوار جد تشترط اشترعية انسحاب الانتقالي من المناطق التي سيطر عليها في عدن قبل الدخول في أي حوار وهو ما يرفضه الانتقالي ويحاول القفز عليه وفرضه كواقع لتصريح ليرويتورز قال المتحدث باسم المجلس الانتقالي في بريطانيا صالح النود إن التخلي عن عدن ليس مطروحا على الطاولة في الوقت الحالي وإنهم سيطروا هناك ليبقوا لا لينسحبوا ملوحا بأن تنازلاتهم مرهونة بإخراج حزب الإصلاح من الشرعية نجحت أبو ظبي في الإمساك بزمام القضية الجنوبية ومضضوميتها عبر شراء ولاءات المؤثرين اختصت القيادات التاريخية للجنوب وقدمت عبر الانتقالي توليفة من القيادات الوافدة من حزب المؤتمر والسلفيين الذين تلتقي معهم في غاية الانتقام من روافع الربيع العربي والإسلام السياسي يستعرض الانتقالي الجنوبي بورقة الحجر الشعبي لكسب مزيد من تنازلات الشرعية والدعم الخارجي والإحراسة النفوذ والأطماع الإماراتية في اليمن فيما ستعود الجماهير متأبطة أحلام الدولة الآفلة البعيدة عن حسابات القادة واهتماماتهم وتطوي شعاراتها إلى فعاليات قادمة